اشتركوا في القناة العربية بالضرورة تحويل هذا المتاق إلى قانون إطار ملزيم كانت التوصية مشيح تخرجت الرؤية استراتيجية رادك سعى في المتاق ولكن ما الذي حال دون تحويل المتاق الوطني التربية والتكوين إلى قانون إطار ملزيم خاصة مع الأمال العريضة جدا التي كانت قد فتحت في بداية الأحد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة ومرتبط بذلك من أوراش كثيرة تفتحات معك من الأسف من 2010 إلى 2015 تقريبا 15 سنة ونحن نشتغل بوثيقة توافقية صحيح وهي المتاق الوطني التربية والتكوين ولكنها تتعارض في كثير من الأحيان مع السياسات العمومية والبرامج الحكومية المختلفة والمتعددة أنا تقريبا اشتغلت خلال هذه المدة مع أحد الخمسة والاستاذي الوزراء في ملفات بعينها وكنا نشعر ونحن نشتغل أننا تنقلوا يودر هذا هو المتاق تقولك إياه هذا هو المتاق لرسنا وعينينا ولكن المتاق توجهات ولسا سياسات عمومية هذا هو الإشكال إلى أي حد يمكنك أن تحاسب الفاعل على مشروع غير مؤثر من ناحية القانونية وهو ملزم أمام الناخبين ولا أمام الفاعلين عموما بتطبيق البرنامج هو مسؤول على البرنامج الحكومي الذي قدمه في البرلمان وثم المصادقة عليه ويسأل عليه لا يسأل عن وثيقة تعتبر إطارا صحيح لكنها لا تكتسي الصبغة القانونية قلنا طيب في المجلس أعلى لتربية تكون البحث العلمي ونحن نقوم بعملية تقييم وكنت أنا ذاك عضوا في المجلس وسنجي نفس الشيء أنه هذه التوصية تحويل الرؤية الستراتيجية إلى قانون إطار ينبغي أن نكيد عليها وفعلا ذاك الذي حصل بحيث أن جلالة الملك أعطى عوامره السامية بتحويل هذه الرؤية الستراتيجية بعدما قدمت له إلى قانون إطار اشتغلنا على قانون إطار وأنا حصل لإشارة في رئاسة اللجنة الأولى لسياغة هذا القانون وكنا نشتغل بنفس في واحد طموح فيها أمال وفيها شكل كبير وكبير جدا فصدر القانون القانون أعطى مدة ثلاث سنوات لإخراج المخطط الشريعي جميع النصوص التطبيقية دات الصيلة بالتنزيل لمخططية القانون لأن هذا قانون إطار ينبغي أن تخرج إلى حيث الوجود بعد ثلاث سنوات من صدور القانون في جريدة الرسمية إذن 2019-2021-2022 نقول المفروض أن هذه الترسانة القانونية كلها تخرجت إلى حيث الوجود وانتقلنا العمال وانتقلنا للفعل وربط المسؤولية بالمحاسبة المراسم كاين القوانين كاين وقرارات كاين إلى آخره معك من الأسف الحكومة السابقة وجدت مخطط شريعي والقانون يتحدث عن لجنة عليا يرأسوها رئيس الحكومة مكلفة بتنزيل تطبيق الإصلاح فيها 18 قطع حكومي تقريبا تعقيد اجتماعاتها ثلاث مرات في السنة بموجب المرسوم عقدت في ظل الحكومة السابقة ربما لقائتين أو ثلاثة لمدارسة مجموعة من الملفات ومجموعة من مشاريع القوانين ثم بعد ذلك بعد الانتخابات وفي ظل الحكومة الجديدة فوجئنا أن عمل هذه اللجنة العليا المحددة بموجب المرسوم توقف كلية ولم تعقيد أي اجتماع لحد الساعة بمعنى أننا انتقلنا من الإصلاح بمنطق المنظومة اللي فيها 18 قطع إلى رجعنا المنطق بالإصلاحات القطعية وكل وزير يشتغل بمنطقه وببرنامجه الحكومي الآخر إذن مدام أن هذه النصوص التطبيقية لم تخرج إلى حيز الوجود هذا يعني عمليا أن القانون الإطار مجمد ترجمة نانسي قنقر